معارك عنفة في حجة بين الجيش والحوثيين وقتل وجرح من الميليشيا في الجوف والضالة فرنسا تحقق في أموال عائلة الرئيس صالح وكاتب إيراني يقول إن سليماني هو من أمر بقتله مقتل امرأة في العودين على يد عناصر الميليشيا الحوثية وعودة سبعة صيادين بعد الإفراج عنهم من السجون الإرتيرية أهلا بكم إلى نشرة التاسعة معكم أنامر والسوادي وهشام جابر أهلا بكم دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية إلى محافظة المهرة شرق اليمن على الحدود مع سلطنة عمان مصادر ومحلية أكدت اليمن شباب وصول تعزيزات عسكرية مكونة من مدرعة وشاحنة عسكرية وسيارة إسعاف وعدد من الأطقم إلى مطار الغيظة الدولية الخاضعة للقوات السعودية وطبقا للمصادر فإن التعزيزات السعودية قدمت يوم الثلاثاء الماضي من محافظة حضرمو دون مزيد من التفاصيل ومنذ نهاية العام 2017 دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية إلى المهرة وسط اتهامات للمملكة بتوظف ورقة القاعدة لتبري وجودها في المحافظة والمناطق الشرقية لليمن ميدانيا اندلعت معارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة حجة وقال مصدر عسكري إن معارك هي الأعنف منذ عام اندلعت في ميدي وحيران وعبس ومستبأ عقب هجوم واسع شنة الميليشيا الحوثية ووفقا للمصدر فإن المعارك تزامنت مع غارات للتحالف استهدفت عددا من معسكرات التحشيد للحوثيين وشهدت ألسنة اللهب وانفجارات في عدة مواقع حوثية في بني حسن بمديرية عبس كما قصفت بطاريتين مدفعية وعربات مدرعة شرق مديرية حيران مثل الخروج والتلقاء لابناء محافظة تعز في موكب مهيب لتشيع أحد قيادات الجيش الوطني مثل رسالة عن وفاء الحاضنة الشعبية للتضحيات التي يقدمها الجيش دفاعا عن المحافظة لم يكن لمدينة غير تعز أن تبدو بهذه الصورة وأن تخرج بهذا الحجر المهيب بعفوية نادرة ووفاء فريد بعد ست سنوات من حرب الحوث وحصاره واستماتته للنيل من عزيمتها ولأنها تعز لا سواها فقد خلقت هذا المشهد أثناء تشيع أحد رجالات الجيش الوطني الذي أسلم للسماء روحا وهو يصد بغاة الأرض حاميا تراب المدينة وساكنها استشهد العقيد حمز شداد فخرج التعز بكل مهابة ووفاء في مشهد أرادت به عنوة تجديد عهد النضال وإشعال جذوة أخرى لكفاح لم يخبو ولم ينطفع مترجمة بوضوح عزمها على استئصال طغمة الإرهاب الحوثية ومشروع السلالة الذي أراد إخضاع اليمنيين لسيادته وأراد التعز أن يركع على أسوارها وذاك مكان ليست مجرد مراسم جنازة شهيد فحسب بل هي نتيجة استفتاء شعبي كاسح تجسد على الأرض وعبرت عنه روح الجماهير المؤمنة بمشروع الجيش الوطني وترجمته الحاضنة الشعبية كسند وفي وشريك في التضحيات ومكاسم الكرامة هي تأزئذا حين تتجلى بثبات فريد في كلمات أم الشهيد وهي توديع بطلها وهي ذاتها تعز يلخصها والد الشهيد بعزم وحزم البطل حمزة لم يكن أول شهيد ولن يكن آخر شهيد هناك معركة طويلة ستستمر حتى تحرير آخر شبر من الأراضي اليمنية هذه العصابة مصيرها إلى الزوال إن شاء الله وهما كلاهما معا سر العجاز الذي امتلكته تعز وافتقده الحوثي الذي يقاتل بجيش من المرتزقة وحشد من اللقطة قتل عدد من عناصر ميليشي الحوثي وأصيب آخرون في كمين نفذه مسلحون قبليون في محافظة الجوف مصدر المحلي قال إن مقاتلين قبلينا من بني نوف نصب كمين لأربع عربات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة الجرعوب غرب مدينة الحزم أسفر عن مقتل خمسة مسلحين حوثيين وإصابة سبعة آخرين ردا على مقتل أحد أبناء القبيلة من قبل مسلحين يتبعون الميليشيا قبل أكثر من أسبوع وقبل نحو أسبوع تقريبا نصب مسلحون قبليون كمينا لوكيل وزارة الداخلية المعين من قبل الحوثيين علي الشرفي غرب قرية المساعف إلى الجهة الشرقية من مدينة الحزم ما أدى إلى مقتلح أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرامج الوطني للتعامل مع الألغام 250 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية في الطرق بمديرة خبو الشعف شمال محافظة الجوف وقال مدير البرنامج العميد أمين العقيل إن الفرق التابعة للبرنامج تبكنت من تطهير مناطق واسعة في المديرية وتأمين عدة طرق وفتحها أمام المركبات ووضع إشارات عليها تؤكد بأنها أصبحت آمنة وأشار إلى أن الفرق الهندسية مستمرة في عملية في نزع الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية بكثافة عالية في مناطق رعي ومناطق سكانية وطرق عامة لافتان إلى إرسال فرق هندسية أخرى إلى الجوف لتوسيع نطاق العمل وتطهير مناطق واسعة لإنقاذ حياة المدنيين أحبطت قوات الجيش والمقاومة مساء الأربعاء هجوماً لميليشيا الحوثي باتجاه المناطق المحررة في محافظة الضالع وطبقاً للمصادر العسكرية فإن قوات الجيش والمقاومة أفشلت محاولة تسلل نفذتها الميليشيا في جبهة العودة الاستراتيجية بمديرية قعطبة شمال المحافظة وبحسب المصدر فإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا المهاجمة وشنت قوات الجيش هجوماً معاكساً انتهى بسقوط قتلى وجرح من الانقلابيين احتفت مديرية بيحان الثلاث بالذكرى الثالثة للتحريرها من قبل الميليشيا الحوثية الانقلابية بعد سيطرة عليها دامت ثلاث سنوات وبالمناسبة نظمت شعبة التوجيه المعنوي بمحور بيحان في المنطقة العسكرية الثالثة مساء الأربعاء حفلاً كرنفالياً وخطابياً أكد فيه مساعد قائد المنطقة لشؤون التوجيه المعنوي العقيد محمد المكروب أن معركة تحرير بيحان تعد إنجازاً استراتيجياً حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في العام 2017 وتضمن الحفل العديد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية المعبرة عن تضحيات أبطال الجيش الوطني واستبسالهم في الدفاع عن الجمهورية وتصدي لفلول الإمامة كما تم عرض فيلم وثائقي لمعركة التحرير أكدت النيابة الوطنية الفرنسية استمرار تحقيقات جارية منذ العام الماضي حول أموال لعائلة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح للإشتباه في تحقيقها مكاسب غير مشروعة في فرنسا وقال للدعاء الفرنسي المتخصص في القضايا المالية أن تحقيقاً أولياً في شبهة اختلاس أموال قد فتح للإشتباه في تحقيق عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح مكاسب غير مشروعة في فرنسا وتم فتح التحقيقات بعد تلقي النيابة الوطنية في فرنسا طلب مساعدة جنائية من سويسرا والتي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجينيف وقالت صحيفة لبراسيون أن النجدة الأكبر أحمد علي عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات شراء شقق في باريس وأضافت أنه تم تحويل 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس عام 2005 لشراء شقق عدة غرب العاصمة باريس بالقرب من الشانزيليزي وقوس النصر بملايين اليوروهات يوما بعد آخر تتجلى صورة الميليشيا الحوثية الانقلابية كمرتزقة وأجراء لنظام الملال في إيران وأداة لتخريب اليمن وتهديد دول المنطقة المزيد في سياق هذا التقرير كثيرا ما تباهى الحوثيون بقتل شاركهم في الانقلاب الرئيس السابق صالح ولطالما حاولوا تصوير حادثة قتله بالإنجاز الذي أفضى إلى تخليص اليمنيين من ديكتاتورية صالح لكن الحقيقة أنهم لم يكونوا سوى أداة للقتل وأن الأوامر المباشرة بقتل صالح في الرابع من ديسمبر عام 2017 أصدرها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بحسب ما كشفه مركز كارنيجي للأبحاث في حوار أجراه مؤخرا مع الكاتب الإيراني آراش عزيزي الكاتب عزيزي أكد أن سليماني وجه الحوثيين مباشرة بقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن الحوثيين نفذوا ذلك حسب ما طلب منهم وفي سياق حديثه عن دور إيران في اليمن قال الكاتب الإيراني أن مشاركة بلاده في اليمن تقوم على ركيزتين أساسيتين أحدهما تطوير قدرات الحوثيين العسكرية ومحاولة منحهم أساساً أيدولوجياً قوياً في المنطقة لكن الأمر الأهم الذي لم ينسى الكاتب الإشارة إليه هو النهج المتعالي الذي يتعامل به قادة فيلق القدس المتواجدين في اليمن مع الحوثيين وأنهم يتعاملون مع الجماعة وقياداتها باستنقاص دوناً عن بقية الجماعات الموالية لهم مثل حزب الله في لبنان وذلك لأنهم يعتبرون أن ما أحدثه الحوثيون في اليمن مجرد انتفاضة قبلية وليست إسلامية بشكل صحيح حد قوله فمتى يشعر الحوثي بالخجل من هذا التقزيم والامتهان الإيراني المتواصل إذ لا يبدو أن الارتزاق والعمالة والانخراط بإخلاص في خدمة المشروع الإيراني على المدى الطويل سيمنحهم في نظر الإيرانيين أكثر من مجرد لقب شيعة شوارع وما دون ذلك أقدم مسلحون تابعون لميليش الحوثي في إدارة أمن العدين بمحافظة إب على اقتحام منزل امرأة في المديرية وضربها حتى الموت وقال عبد الكريم العشاري والد المرأة القبلية أن مسلحين من إدارة أمن العدين قاموا باقتحام منزل المرأة وانهالوا عليها بضرباً أمام أطفالها الأربعة وفارقت المرأة الحياة فيما أثارت الجريمة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب العشاري بتحويل جثة ابنته إلى الطبيب الشرعي لتشريحها تعهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الجديدة نجيب العوج بتحرير قطاع الاتصالات من قبضة ميليش الحوثي وتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم هذا القطاع وقال الوزير في تصريحات صحفية أن وزارته تعكف عن إطلاق عدد من المبادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من أهمها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع ووضع اللبنات لمشروعات جديدة مضيفاً أن لدى الوزارة خطة عمل من شأنها استعادة قطاع الاتصالات وتحريرها من قبضة ميليش الحوثي وإعادة بناء مؤسسات القطاع وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص وصولاً إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم عمل الاتصالات كما هو معمول به في بقية دول العالم عادت خدمة الاتصالات يمن موبايل والإنترنت إلى مديرية موديا والمحفد وحيشان بمحافظة أبيان فجر اليوم الخميس عقباً قطاع دام ثلاثة أيام مصدر محلي قال إن الخدمة عادت عقب وصول طاقم من المهندسين الفنيين إلى مدينة موديا مساء الأربعاء لإصلاح كابل الاتصالات المقطوع غرب المدينة بفعل تخريبي حدث مساء الأحد الماضي وبحسب المصدر فإن سبب الانقطاع يعود إلى قيام مواطنين من قرية المشرق بعمل تخريبي وقطع كابل الألياف الضوئية أمام القرية في الخط العام بالمدخل الغربي للمديرية نجا سائق حرافة زراعية من انفجار لغم حوثي في منطقة القطابة بمدرية الخوقة جنوب الحديدة وبحسب مصدر المحلي فإن اللغم المنفجر من مخلفات الميليشيا الحوثية قبل طردها من المديرية وتسبب انفجاره في أعطاب الحراثة الزراعية ونجاة سائقها المواطن أحمد المحلي الذي انفجر اللغم بحراثاته قال إنه كان ذاهبا للعمل في أرض مواطن يدعى النهاري مشيرا إلى تضرر الحراثة بشكل كبير وبسبب الانفجار خسر مصدر دخله الوحيد الذي يعيل به أسرته قالت مصادر محلية أن السبعة صيادين يمنيين وصلوا إلى الخوخة جنوب الحديدة بعد الإفراج عنهم من قبل السلطات الإرتيرية وذكرت المصادر أن السلطات الإرتيرية أفرجت عن الصيادين السياديين الصيادين اليمنيين السبعة بعد اختطافهم قبل أسبوع من المياه اليمنية في البحر الأحمر ووصل الصيادون صباح الخميس إلى السواحي اليمنية بالخوخة دون أن تتضح أسباب احتجازهم كشفت مجلة فورين بوليسي أخبارا تم تداولها في العام 2014 عن الدعم الأمريكي للحوثيين أثناء إسقاط العاصمة صنعاء بحجة الحرب على القاعدة ضمن تفاهمات إيرانية مع إدارة أوباما بخصوص الاتفاق النووي كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية فضيحة نظل المسؤولون الأمريكيون ينكرونها عن دعمهم للحوثيين في العام 2014 لإسقاط اليمن بحجة محاربة تنظيم القاعدة المجلة نقلت عن ضابط أمريكي عمل مع الجنرال لويد أوستن المرشح لوزارة الدفاع في حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه كان غاضبا من التدخل الصعودي في اليمن ضد الحوثيين إبان شغله منصب قائد القوات الأمريكية في العراق وفي مقال باك ماري بيري في مجلة فورين بوليسي قال الضابط الأمريكي إن قائد القوات الأمريكية في العراق غاضبا من التدخل الصعودي ضد الحوثيين وقال لأننا كنا ندعم بهدوء قتال الحوثيين ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت وقال الضابط المتقاعد للمجلة إن أوستن كان غاضبا جدا من تدخل الصعودي ضد الحوثيين لدرجة أنه فكر في الطلب رسميا أن تشكب إدارة أوباما ذلك التدخل وأضاف لكن أوستن تنبأ أيضا بالمشاكل التي سيواجهها السعوديون وأعلن عن آرائه لكبار المدنيين في البنتاغون إذ كان يعتقد أن السعوديين سيخسرون في اليمن وأنه قبل أن ينتهي كل شيء سيتعين علينا إنقاذهم وكشفت هذه المقالة في الفورن بوليسي أخبارا تم تداولها في العام 2014 عن الدعم الأمريكي للحوثيين أثناء أسقاط العاصمة صنعاء بحجة الحرب على القاعدة ضمن تثاهمات إيرانية مع إدارة أوباما بخصوص الاتفاق النووي يشار أن الجنرال لويد أوستن المرشح لوزارة الدفاع في إدارة الرئيس المنتخب بايدن كان قد نسق مع إيران أثناء قيادته للقوات الأمريكية في العراق في الحرب ضد داعش فهل ينعش تعيين أوستن لوزارة الدفاع آمال الحوثيين في التفاهم مع الإدارة الأمريكية الجديدة لأحكام سيطرتهم على اليمن؟ وهل سيؤثر قدومه لوزارة الدفاع على التعاون الأمريكي مع الصعودية والتحالف العربي في اليمن؟ أما الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع الزميل عمار روحاني أهلا عمار مرحبا نروا مرحبا هشام مرحبا بكم مشاهدين الكرام في الأخبار الاقتصادية حيث أقرى رئيس الوزراء معين عبد الملك بصعوبة الوضع الاقتصادي خلال الوقت الراهن مشيرا إلى أن التحديات كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتدهور الخدمات والكهربائي والمرافق الأخرى وأعتبر عبد الملك خلال لقاء تلفزيوني أن المواطنة يتطلع إلى حلول سريعة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي رويها إلى وجود نقاش مع قيادات المملكة والمجتمع الدولي حول دعم البنك المركزي والوديعة وأمور تتعلق بالأمن الغذائي ومشتقات الكهرباء أفرغت ست سفن تجارية حمولتها في ميناء الحديدة فيما تنتظر ثمان أخرى دخول إلى الميناء وأعلن التحالف في بيان تقديمه كافة تسهيلات للسفن تجارية وعمل المنظمات في الداخل اليمني مشيرا إلى سمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية ومنها ميناء الحديدة قال المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية دكتور عبد القادر الباكرين تعتزم تنفيذ مشروع هام من خلال العام القادم من خلال بناء مختبر متكامل على أحدث المواصفة بتكلفة أكثر من مليوني دولار وأوضح أن المشروع لازال في صدد الدراسة الأولية والإنشائية مشيرا إلى أنه من خلال استكمال التصاميم سيتم تحديد التكلفة مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتراوح تكلفة المشروع ما بين مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين دولار وعلى صعيد آخر قضى المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية دكتور عبد القادر الباكري إن الهيئة سحبت العام المنصر 27 صنفا دوائيا بعد بلاغات تلقها المركز من مختلف المصادر في حين تم سحب 54 صنفا من بداية هذا العام 2020 حتى أكتوبر من ذات العام وشار إلى أن الهيئة على تواصل مستمر مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم تنسيق الجهود عبر ضباط اتصال يتم من خلال تبادل المعلومات ما يوفر الجهود ويسرع في عملية سحب الأدوية ذات الأعراض ما بعد الاستخدام وأخيرا نفذ مكتب الصناعة والتجارة بتاعز حملة ميدانية إلى أسواق المدينة لضبط المتلاعبين بالأسعار عقب الاضطر بالذي شهدته الأسواق التموينية خلال الآوينة الأخيرة بسبب صعود أسعار العملة الأجنبية وأحذر مكتب الصناعة والتجارة أحمد المجاهد من المغالات في الأسعار والاحتكار مؤكدان أنه في حال عدم التزام التجاري ومحلات السرافة بهذه التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما يحمي حقوق المستهلك ونهاية الأخبار الاقتصادية مشاهدين عودة إلى الزميلين هشام ومروى شكرا عمر وفي خبر سياسي اقتصادي قال رئيس الحكومة معين عبد الملك الأربعاء إن الحكومة تخطط لزيادة صادرات النفط إلى 150 ألف برميل يوميا وشار عبد الملك في مقابلة على قناة اليمن الرسمية لأن هناك خطة لزيادة الصادرات النفطية من 70 ألف برميل إلى 150 ألف برميل يوميا وأشار إلى أن الدعم الدولي لبلاده مرهون بحكومة مستقرة قوية من العاصمة المؤقتة عبد أكدت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري أن بقاء الرئاسة والحكومة في العاصمة السعودية الرياض هو التشريع لانقلاب الحوثي في صنعاء والتكريس للأمر الواقع في عدل وقالت الصراري في تغريدة على تويتر قريبا سوف يتبدل مصطلح الحكومة الشرعية بمصطلح حكومة المنفى ويعقبه اعتراف دولي بحكومات الأمر الواقع مشيرة إلى أن هذا السيناريو هو الأخطر من تغييب الحكومة الشرعية وأشارت الصراري إلى وجود ضغوط على الرئيس هادي والحكومة والحكومة تسعى لتمرير خطوة أداء اليمين الدستورية خارج البلاد مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي بمثابة رسالة نجاح أو فشل سينعكس أثرها على الشارع اليمني وعلى نجاح باقي خطوة اتفاق الرياض قال عضو اللجنة العليا للهيئة الشعبية الحضرمية محمد الحامد إن حضرموت تعاني معوقات كثيرة في الخدمات الأساسية وغيرها من المطالب الحقوقية ومن حق أبنائها المطالبة بحقوقهم المشروعة وانتزاعها جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضيرية العليا في المكلة لفعالية الذكرى السابعة للهبة الشعبية الحضرمية استعرضت فعالية الاحتشاد الشعبي للاحتفال بالذكرى السابعة بمنطقة رأس حويرة في الـ 26 من ديسمبر الجاري أعلنت شركة جانجو الصينية عزمها الاستثمار في مجال التعدين بمحافظة حضرموت وقال وفد من الشركة خلال لقائه محافظة حضرموت فرجل بحسني في مدينة المكلة أن الحالة الأمنية في المحافظة هيئة الأجواء المناسبة للاستثمار وأن الأجواء دفعت بالشركة للتوجه صوب الاستثمار في حضرموت في هذا القطع أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن استئنافه العمل في مجال خدمات الصحة الإنجابية بجزيرة كامران التابعة لمحافظة الحديدة بعد توقف دام قرابة نصف عام الصندوق في تغريدة الله على تويتر قال إن استئناف تقديم خدمات الصحة الإنجابية في مركز كامران المركز الوحيد في الجزيرة وذلك بعد حصوله على تمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ويشار إلى أن جزيرة كامران هي إحدى الجزر التابعة جغرافيا لمحافظة الحديدة وإداريا لمدرية كامران ويبلغ تعداد سكانها 30 ألف نسمة حسب إحصائية حكومية عام 2004 تستعد منظمة اليونسيف لافتتاح مكتب لها في مدينة تعز بمسعى منها للتعرف عن قرب على الاحتياجات والأولويات بالتعاون مع المكاتب الحكومية المختصة وناقش محافظ التعز نبيل شمسان مع القائم بأعمال المدير الإقليمي لمنظمة رعاية الطفولة ومدير مكتب المنظمة في المحافظة إعداد خطة التدخلات القادمة حتى العام 2024 سجلت السلطات الصحية الأربعاء حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن وأشارت اللجنة الوطنية إلى أنها سجلت 15 حالة اشتباه بالوباء منها ثمان حالات في عدن وأربع في تعز وحالة في حضر موت الساحل وحالة واحدة في الضالع فيما لم تسجل أي حالة وفاة أو تعف وسط مدارس مدمرة وأخرى تفتقر إلى أدنى المقومات التعليمية يواصل معلمون في الضالع أداء رسالتهم التعليمية مع حلول فصل الشتاء والذي أثر سلبا على الجميع في ظروف قاسية يتقاسمون المعاناة في مدرستهم شمال الضالع فمع أجواء شتاء باردة تتلقى هيفاء تعليمها وسط بيئة صفية غير صالحة للتعليم فالرياح والصقيع تسبب في إصابتها بمرض الربو ومثلها العشرات من التلاميذ هذه المدرسة لا يوجد طباق ولا أبواب ولا شيء يتقي الريح والغبال لدينا ويجي الدخان ونشعر بالتعب ونغيب عن المدرسة بوسائل مبتكرة وأخرى حديثة تسعى هذه المعلمة جاهدة على إكساب تلاميذها المعلومات في قاعات صفية غابت عنها أدنى المقومات اللازمة ليضيف الشتاء إليهم معاناة جديدة ضمن مآسي التعليم في البلاد المدرسة عبارة عن مبنى مهجور لا نوافذ لا أبواب الجو غير مناسب يعني الأرضية عبارة عن صب نفرشها مخيمات غير كافية فإحنا محتاجين لوسائل عدة أنا أحيانا لما أسأل الطالب انتبه معي بيقول لي أستاذة أحس بالبرد أحيانا تجينا ريح الدخان من حرق القمامة من النوافذ المفتوحة والبوب كذلك الغبار والأتربة فكثير من حالات الطلاب والمعلمين أصيبوا بنوبة الرب تداعيات الحرب ألقت بظلالها على العملية التعليمية فستة عشر مدرسة خرجت عن العمل في أطراف المحافظة فضلا عن حرماني قرابة خمسة آلاف تلميذ وتلميذة عن مواصلة التعليم ليبقى آخرون في العراء عرضة للأمراض ومضاعفاتها المستقبلية ختاماً أذكركم بعنوين النشرة معارك وعنيفة في حجة بين الجيش والحوثيين وقتل وجرح من الميليشيا في الجوف والضالة فرنسا تحقق في أموال عائلة الرئيس صالح وكاتب إيراني يقول إن سليماني هو من أمر بقتله مقتل وامرأة في العودين على يد عناصر الميليشيا الحوثية وعودة سبعة صيادين بعد الإفراج عنهم من السجون الإرتيرية دمتم وعدام اليمن بألف خير إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة